بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم في الأجندة يحتفل العالم اليوم في يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي هذا العام ينظم يوم حقوق الإنسان حملة تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير كابلة للتصرف والنقصان حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم لأنها متاحة بأكثر من خمسمائة لغة يأتي هذا والعالم العربي أشبه بمعتقل كبير لأبنائه معتقل يحرمهم من حقوقهم الطبيعية والسياسية بطواطئ دولي مع حكامه المحليين المعتمدين من قبل القوى الدولية الاستعمارية بهذه المناسبة نحتاج لمعرفة العوائق الحقيقية أمام حصول العرب على حقوقهم وحرياتهم هذه الحلقة ستناكش هذا الموضوع وتحاول الإجابة على سؤال أساسي هو أيهما أخطر على حقوق الإنسان؟ عائق الاستبداد السياسي أم عائق الفكر الديني المنحرف؟ فكونوا معنا موضوع حلقة اليوم هو أهم وأخطر موضوع بالنسبة لناكشناه في برنامج أجندة من وجهة نظري لأن جميع موضوعات هذا البرنامج كانت تدور حول هذا الموضوع فهو بمثابة الكعبة لبقية الموضوعات وعلى الرغم من أنه ذكر مرانا وتكرارا في هذا البرنامج حتى خشيت أن يمل المشاهد من هذا التكرار إلا أنه لم يحظى بحلقة مستقلة للنقاش حتى الآن كنت دائما أجل الحديث عن هذا الموضوع لسببين على الأقل الأول شعوري بأن عامة الناس في بلادنا العربية لا يقيمون وزنا لموضوع الحقوق والحريات لا يعنيهم كثيرا ويشعرون أن الحديث في هذا الموضوع مضيعا للوقت وكلام فاضي والمصيبة أن هذا الانطباع موجود أحيانا لدى النخب المثقفة نفسها ولذلك موضوع حقوق الإنسان بالنسبة لها قضية ثانوية هذا السبب الأول السبب الثاني هو أن هذا الموضوع مشتبك بموضوع الدين والدين عندنا حقل ملغوم لا يمكن الاكتراب منه في البلدان الإسلامية إلا بحذر شديد وهكذا أهملنا الحديث في أهم موضوع يحصه الإنسان ويحصه الأديان أيضا لذا أتمنى من المشاهد أن يصبر نفسه إلى نهاية الحلقة حتى يكتشف بنفسه هذه الحقيقة حقيقة أن حقوق الإنسان هي أهم قضية في حياة البشر وفي نظر الشريعة الدينية من الغريب فعلا أن يحتاج الإنسان إلى إقناع بأنه صاحب حق في هذه الحياة وأنه ينبغي أن يحافظ على هذه الحقوق لأن قصة الإنسان في الأرض هي قصة البحث عن السعادة عبر تحصيل الحقوق الإنسان كيف يكون سعيد؟ عبر تحصيل الحقوق إنسان بلا حقوق ولن يكون سعيدا إذن هي قضيةها الأساسية قضية الإنسان الأساسية في الحياة من وجهة نظرك كإنسان هي الحقوق والحريات لكن بالنسبة للقضية الأساسية من منظور الدين هي العبادة إذن فلماذا يجهل بعض البشر أو يتجاهلون حقوقهم الطبيعية والسياسية؟ لماذا؟ على الأرجح هناك سببان السبب الأول هو العوائق الكبيرة التي يضعها الحكام المستبدون أمام الحصول على هذه الحقوق فيعتقد المواطن بمرور الوقت أن الوصول إلى حقوقه سيكلفها الكثير فيزهد فيها كانعا بما لديه من فتات مثل ما حصل بعد الثورة المضادة الناس كانوا أخلص ما عد يشتوا لا تغيير ولا حرية ولا حقوق لأن الكلفة كانت عالية هذا السبب السبب الثاني هو الخطاب الديني الخطاب الديني الذي روض الناس على الكبول ببعض المظالم والقبول ببعض الأحكام المتعارضة مع مبدأ المساواة ومنظومة حقوق الإنسان وحرياته كما سنرى بعد قليل وهذا الأخير اللي هو الدين هو الأخطر بالطبع كعائق أمام تحصيل الحقوق والحريات لأنه من السهل من السهل مقاومة الحاكم المستبد والنظام الطاغوتي لكن من الصعب مراجعة الدين في أحكامه لو قال الدين هذا الأمر كذا لا تستطع مخالفته والدين في هذه الكضية مظلوم مظلوم مرتين نتكلم عن الإسلام مظلوم مرتين مرة من كبل المنكرين له الذين يتهمونه بمعادات حقوق الإنسان وحرياته ومرة من كبل المتدينين الذين يؤكدون بأن الدين يعادي بعض الحقوق والحريات يرفض بعض الحقوق والحريات يمنعها ولأننا نكف وسطاً بين هذين الطرفين المتطرفين فلابد من حجة واضحة تغلب حجة الطرفين طرف المنكر والطرف المثبت وليس هناك حجة أكوى من حجة المنهج العلمي المنطق العلمي الحجة الصحيحة هي الحجة المتسكة بع نفسها أي الحجة التي لا تناكض نفسها ولا تناكض المسلمات الحسية ولا تناكض المسلمات العقلية والعلمية طيب كيف نصل إلى هذه الحجة؟ الجواب بالتطبيق المثالي للمنهج العلمي في تحقيق القضايا والمفاهيم لما يكون عندنا قضية مشكلة علمية معرفية المنهج العلمي يضمن لك الاتساك في التحقيق هناك منهج علمي متعارف عليه في الأوساط العلمية هذا المنهج يتفاوت الباحثون في فهمه واستيعابه وفي تطبيقه ولا مشكلة في ذلك لأن المداولة والجدل يصححان نقاط الضعف ويعززان نقاط القوة في المنهج ونحن في هذه الحلقة سنمارس حقنا في تطبيق المنهج العلمي لتحقيق مشكلة قضية الحقوق والحريات في منظور الدين لأننا إذا حسمنا المشكلة مع الدين سنحسيمها بسهولة مع الاستبداد الاستبداد ممكن تقوم ثورة وتقضي عليه وتحل مشكلته لكن الدين صعب إذا كان الدين نفسه بيعاد الحقوق والحريات ما فيش معاك إلا أنك تتفاهم معه اليوم إحنا بنتفاهم على الخطابة الديني لكن قبل ذلك ينبغي أن نعرف أو نعرف الدين الذي نكصده مهم الحد هذا تعرفه مهم الدين كلمة تشمل آلاف العقائد والشرائع في هذا العالم يعني قد تتجاوز ثلاثة ألف دين في العالم اليوم وبالتأكيد نحن لا نكصد بالكلمة هذه الأديان جميحا وإنما نكصد بالدين الدين الذي نعتنقه وهو الإسلام لأننا مكلفون بالدفاع عن ما نعتقد فقط نحناش مكلفين بالدفاع عن كل الأديان لكن المشكلة أن الإسلام كلمة أصبحت تشير إلى عشرات المذاهب الفكرية والفقهية وكل مذهب منها يدعي أنه يمثل الإسلام أفضل من غيره والمنهج العلمي يحتم علينا أن نكون دقيقين في تحديد المشكلة وفي تعطيرها نحن نتحدث عن الدين لا عن المذاهب نتحدث عن الإسلام لا عن المذاهب الإسلامية ومن ثم المنهج العلمي يكتضي أن نحصر حديثا عن الدائرة المتفق عليها بين أهل هذه المذاهب المنتسبة للإسلام لأن الدائرة المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية هي دائرة الدين وما عدا هذه الدائرة المتفق عليها هو المذاهب فما هي هذه الدائرة يا ترى؟ القرآن لا يوجد سوى القرآن الكريم مرجع متفق عليها بين المذاهب الإسلامية القرآن هو المرجعية الوحيدة المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية المختلفة المتفق على حجيتها وثبوتها على الأكل وإذا أردنا أن نخاطب غير المسلمين بالدين لكلهم الدين يقول فينبغي أن نتحدث عن القرآن فقط لماذا؟ لأنه كما قلت ما عدى القرآن هو المذاهب إذا أردت تتحدث عن المذاهب هذا شيء آخر موضوع آخر إذا أردت أن تقول رأي المذهب الفلاني كذا هذا من حقك ما فيش مشكلة لكن إذا قلت رأي الدين رأي الإسلام ما فيش المذهب لا يمثل الإسلام بدلل في مذاهب أخرى ما الذي يمثل الإسلام؟ المتفق عليه بين المذاهب ما هو المتفق عليه؟ القرآن فقط ما فيش غيره أما إذا وسعنا الدائرة وأدخلنا المرجعيات الأخرى مثل مصوص الحديث المنسوب للنبي واجتهادات المسلمين في هذه الحالة ينبغي أن نخبر الناس بأننا نتحدث عن المذاهب الإسلامية مش عن الدين طبعاً قد يقول بعض الأذكياء من المشاهدين لكن حتى القرآن يصعب فهمة بدون مذاهب وهذا كلام صحيح لكن لكن اختلاف وجهات النظر في فهم النص المتفق عليه أهوى من اختلاف وجهات النظر حول النص المختلف فيه المختلف عليه أصلاً يعني أنت بتختلف في فهم نص مختلف على ثبوته وحجيته هذه مشكلة لكن أن تختلف في دلالة نص أنت متفق مع الناس على ثبوته وحجيته هذا موضوع آخر يعني المنهج العلمي يقول لنا حددوا النصوص المتفق على مرجعيتها وحجيتها أولاً ثم اختلفوا في فهمها براحتكم ما فيش مشكلة بعد ذلك أما أن تختلفوا في فهم النصوص أنتم غير متفقين على ثبوتها أصلاً أو على حجيتها الشرعية فهذا ابتعاد عن منهج العلم يعني تعرفون أن مرجعيات الدين عند المسلمين أربعة مرجعيات هي القرآن والأحاديث النبوية والإجماع والاجتهاد لحظوا ليس بين هذه الأربع سوى القرآن الكريم أو سوى القرآن الكريم متفق على حجيته وثبوته أما البقية بقية هذه المراجع فحولها مشاكل كثيرة مشاكل تجعلها مرجعيات خلافية بين المسلمين يعني على سبيل المثال الشيعة مثلاً يرفضون جملة من أحاديث السنة ويؤولون جملة أخرى منها بطريقة مختلفة يعني معظم أحاديث السنة غير مقبولة عند الشيعة إما لأنها مرفوضة سندة أو مرفوضة في المعنى السنة أيضاً يردون التحية بأكثر منها فيردون أكثر أحاديث الشيعة ويتأولون جملة منها على مذهبهم يعني يعني إما يستبعدها من مرة يعني إما يعيدوا تأولها على مذهبهم أيضاً المعتزلة مع الخوارج يرفضون أحاديث لدى السنة ولدى الشيعة ولدى هؤلاء وأولئك والقرآنيون كديماً وحديثاً يرفضون مرجعية الأحاديث وبقية المرجعيات جملة وهذه كلها مذهب هذه كلها مذهب إسلامية يعني لا يملك أحد من البشر أن يخرج مذهب من دائرة الإسلام هذه كلها مذهب إسلامية لا يمكن لأحد أن يخرج هذا المذهب أو ذاك من دائرة الدين دائرة الإسلام يقول ما فيش إسلام لا نأة والخلاف بين هذه المذاهب يدلنا على أن الدين هو فقط تلك الدائرة المتفق على حجيتها الدينية وثبوتها التاريخي بينهم ولا توجد دائرة متفق عليها بين جميع هذه المذاهب سوى ماذا القرآن الكريم لكن هذه النتيجة لن ترضي طرفين متطرفين هما أتباع المذاهب الإسلامية وأعداء الإسلام هذولا مشراضين عن النتيجة هذه مشراضين يجعلوا القرآن فقط هو الممثل للدين لماذا؟ لأن أتباع المذاهب الإسلامية غير مستعدين لسماع أي نوع من أنواع المراجعة التي تخالف مسلماتهم الموروثة هذا واحد الطرف الملحد يرفض أنك تكتفي بالقرآن فقط يرفض لماذا؟ لأن الحاديث النبوية والمراجع الأخرى بتوفر له نصوص يشغب بها على الإسلام ويعارض بها الإسلام الطرف الملحد الكاره للإسلام لا يرغب في هذه النتيجة لأنها تحريمه من حجج كثيرة ضد الدين من اللي بيوفر لها الحجج؟ توفرها النصوص الموازية للقرآن نصوص الحديث نصوص الفكه التاريخية إلى آخر ذلك بيحصلوا في الحديث مشاكل كثيرة ويريدون إدانة الإسلام من خلالها لكن إحنا من واجبنا أن نلتزم بالمنهج العلمي كما قلت ونكمل النقاش لكي أثبت أن موضوع الحقوق والحريات هو أهم قضية في الشريعة الإسلامية أحتاج لتحديد مفهوم الشريعة النفس لأن القرآن نحن اتفقنا أنه مرجع لكن القرآن عبارة عن مدونة ضخمة تحتوي العديد من الموضوعات قسمها الأصوليون الكدامى على دائرتين اللي هي دائرة العقيدة ودائرة الشريعة نصوص العقيدة هي نصوص الأخبار تلك التي تتحدث عن عالم الغيب الملائكة الله الملائكة اليوم الآخر أحداث الزمن الماضي وكصصه وأبطاله أحداث المستقبل هذه كلها أخبار تصنف ضمن العقيدة كسم العقيدة وهناك دائرة الشريعة في القرآن تضم فرعين من النصوص اللي هو فرع متعلق بالعبادات مثل الصلاة والحج وما شابه ذلك وفرع متعلق بالقوانين التي تنظم علاكة المسلم بنفسه أو بمن حوله العلاكات الاجتماعية والفردية الشريعة التي سنتحدث عنها في موضوع حقوق الإنسان هي هذا الفرع الأخير الذي يضم الكوانين والأحكام المنظمة لعلاكات الفرد بالنظام الاجتماعي لكن العملية طبعا ليست سهلة لأن الطرف الآخر الملحد لديه دعوة دعوة تحتاج إلى نقاش هذه الدعوة تقول الملحدون يقولون ذلك أنه حتى القرآن نفسه يحتوي على نصوص همجية يقولون هكذا تتعارض مع حقوق الإنسان ونصوص تروج للخرافة والخزعبلات هذه دعوة يقدمها الطرف المنكر للقرآن والملحد به الرافض له وهذا يدفعنا مرة أخرى إلى الاستنجاد بالمنهج العلمي هو الفيصل بيننا وبينهم ليكون حجة علينا وعليهم كما كان حجة بيننا وبين أصحاب المذاهب الدينية فماذا يقول المنهج العلمي في هذه الحالة يا ترى ما الذي يقوله المنهج العلمي يقول أن فهما النصوص فهما جيدا يحتاج إلى منهج في الكراءة الكراءة ليس معناها المفهوم الشعبي هذا الكراءة لا معناها الدراسة العالم اليوم يدرس النصوص الأدبية مثلا بوساطة عشرات المنهج النقدية الدارس في النقد الأدبي مثلا يختار منهجا من هذه المنهج ويسلطه على النص الأدبي أو الأثر الأدبي أو الأثر الفني ويدرس هذا الأثر الفني من خلال هذا المنهج وهي منهج كثيرة جدا عندك المنهج التاريخي المنهج الأسلوبي المنهج النفسي تكويني البنيوي التفكيكي التأويلي إلى آخره يعني مثلا المنهج التاريخي يتعامل مع الأثر الأدبي باعتباره وثيقة تاريخية المنهج النفسي يتعامل مع القصيدة الشعرية باعتبارها وثيقة نفسية وهكذا لكن كيف نختار هذا المنهج أو ذاك؟ ما هي شروط اختيار هذا المنهج أو ذاك لقراءة النص ودراسة النص؟ الباحثون المحترفون يعرفون أن النص الأدبي الذي سيدرس من حقه أن يشارك في اختيار المنهج نحن عندنا نص واحد أدبي وعشرات المنهج كيف نختار المنهج المناسب للنص؟ من حق النص أن يساهم في اختيار المنهج بحسب الظاهرة الفنية الموجودة فيه الظاهرة التي تغلب عليه إذا كانت الظاهرة أسلوبية نختار المنهج الأسلوبية إذا كانت الظاهرة التاريخية نختار المنهج التاريخي بحسب يعني النص الذي بندرس الذي بندرسه يساهم في اختيار المنهج بحسب خصائصه الفنية هناك نصوص يناسبها المنهج الأسلوبي كما قلت وأخرى التاريخي وثالثة يناسبها المنهج الرمزي إذا كان فيه رموز وهكذا وما دام أن القرآن الكريم عبارة عن مدونة نصية فهو بحاجة منهج لدراسته منهج يشارك القرآن نفسه في اختياره بحسب طبيعته الخاصة القرآن له طبيعة خاصة وهنا نكون قد وصلنا إلى نقطة خطيرة يعني خطيرة يعني مهمة هي طبيعة القرآن الخاصة الناس والباحثين لا يستوعبون هذا الكضية بشكل دائم من المعروف أن القرآن كتاب مختلف عن غيره من الكتب من حيث البناء على الأكل بناءه بنيةه بنية القرآن مختلفة عن الكتب السابقة واللاحقة لأنه مقسم على سور نظام السور هذا نظام جديد مش معروف لا في السابق ولا في اللاحق والسور موزعة على آيات والآيات تتناول موضوعات مختلفة وهذا بناء غريب ليس له مثيل الكتب الدينية السابقة على القرآن كان بناؤها مختلفا التوراة مثلا أو الأناجيل مكتوبة على شكل رواية تاريخية من طعطأ للسلام عليكم من بداية خلق الكون إلى وفاة مثلا موسى هذا سفر التكوين وبعد أن تأتي أصفار الأنبياء كلها كصص وحكايات والأناجيل عبارة عن حكايات روايات تاريخية هكذا كان بناء الكتب المقدسة السابقة الكتاب المقدس لليهود والمسيحيين هو عبارة عن مجموعة كتب تحكي تاريخ بني إسرائيل في عصر مختلفة القرآن ليس هكذا الكتب الحديثة مقسمة على فصول وأبواب وكل فصل يتناول موضوع محدد مترابط فيه وحدة موضوعية القرآن ليس فيه وحدة موضوعية كل سورة فيها عدد من الموضوعات القرآن لا يشبه هذا البناء ولا ذاك لا هو مكسم على شكل كتب وأسفار تاريخية على طريقة التوراة والأناجيل ولا هو مكسم على أبواب وموضوعات كما هي الكتب المعروفة اليوم هذا البناء الخاص للقرآن يحتم على الباحث بمنطقة العلم يعني بمنطقة العلم بمنطقة المنهج العلمي يحتم عليك أن تختار منهج علمي مناسب لدراسة قضايا بما يتناسب مع هذا البناء فما هو هذا المنهج يا ترى من خلال هذا من خلال مثل محدد سنرى مثل محدد يحدد لنا المنهج المناسب لدراسة قضية من قضايا القرآن نشوف تعلمون أن الإسلام متهم اليوم متهم بأنه دين معادي لحقوق الإنسان وحريته وكرامته وحنشوف بعد شوية كلام لواحد أجنبي أسلم ثم ارتد طلعت قبل أيام على مقطع فيديو لأحد الأوروبيين الذين أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام بحجة أن الإسلام حنشوف حجة احنا حنسمع يقول يقول في الفيديو هذا أنا أعلنت إسلامي قبل 16 سنة بكل صدقه أخلاص ودافعت عن الإسلام دفاع مستميل ضللت أدافع عن الإسلام وعن نبي الإسلام لسنوات طويلة ضد الشبهات التي تقال عليهما لكن بعد دراسة متأنية كما يقول اكتشفت أن بعض التهم التي تقال ضد الإسلام هي تهم صحيحة ويقول أن الإسلام دين الفجور الفجور الجنسي الذي يسمح باغتصاب النساء نساء المحاربين تحديدا ويحولهن إلى إماء للمتعة الجنسية وقال إنه سيثبت ذلك سيثبتها مجية الإسلام من القرآن نفسه ومن سيرة النبي محمد أنا انتظرت الدليل الذي سيقدمه على كلامه ومثل ما توقعت كان الدليل عبارة عن تفسير سيء لآية قرآنية تفسير سيء لآية قرآنية المسكين دخل على كتب التفسير للبحث عن معنى آية أشكلت عليه وهو يعتقد أن كلام المفسرين صحيح مثل ما يعتقدون عندنا عامة المسلمين صحيح لا شك فيه هذا كلام المفسرين ما دام أن القرآن نزل بلصان عربي والمفسرون عرب فلا شك أنهم يفهمون معاني هذا الكتاب معاني آيات فما بالك إذا كان الرأي هذا متفق عليه العبارة القرآنية التي أشكلت على صاحبنا جاءت في آية في سورة النساء تتحدث عن أصناف النساء اللواتي لا يحل الزواج بهن حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية ذكرت المحصنات من النساء يعني المتزوجات المرأة التي على ذمة شخص آخر لا يحل لك أن تعقد عليها لا مشكلة هنا المشكلة جاءت في العبارة التي بعدها الآية بتقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال المفسرون معنى الآية لا يجوز لكم الزواج من المتزوجات سلفا إلا إذا كنا من أسيرات الحرب هكذا قال المفسرون إذا كانوا سبايا أو أسيرات حرب إذا أسرتم أو سبيتم ممرأة متزوجة من نساء العدو فقد أصبحت أمه ومن حق مالكها أن يتزوجها أن يطأها ويغتصبها هذا كلام المفسرين وهذا كلام مرعب فعلا بالنسبة للإنسان الحديث على الأقل تحويل امرأة حرة متزوجة ربما لها أولاد تحويلها إلى أمة يطأها سيدها غصبا عنها وعن أهلها والذين خلفوها هذا بالنسبة للإنسان الحديث جريمة حقوقية كبرى وفجور أخلاقي كبير فكيف يسمح به الإسلام؟ الحقيقة أن الرجل وقع ضحية لتفسير خاطئ كما قلت والتفسير الخاطئ نفسه وقع ضحية لرواية حديثية في صحيح مسلم رواية حديث لا وقت لدينا الاستعراض الرواية الآن لأنه نساء ترجعوا لها لكن المقصود بملك اليمين هنا الصواب الصواب نتكلم الآن عن الصح ما معنى إلا ما ملكت أيمانكم ما هو ملك اليمين التي تكسده الآية ملك اليمين هنا هنا الإماء اللواتي فقدن حريتهن قبل مجيء الإسلام ورثهن بعض المسلمين عن أهلهم أو اشتروهم منكم المحيط اللي حولهم الكبائل التي كانت تبيعه تشتري في الإماء يعني مش أسيرات حرب كنا إماء موجودة طبقة العبيد كانت موجودة قبل مجيء الإسلام مستمرة فترة في ظل وجود الإسلام الإسلام عمل على تصفية هذه الطبقة بالتدريج عمل على تصفية ميراث العبودية الجاهلة بطرق كثيرا منها الزواج الزواج كان طريقة لتحرير العبد لتحرير الآمد تحديدا هو عدك ركبة بسبب ذنب من الذنوب أو المكاتبة من حق العبد أن يكاتب سيدة يروح يشتغل ويدفعله في مقابل حرية إلى آخر المهم أنه لا يمكن أن يكون المعنى أسيرات الحرب لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يكون كلام المفسرين صحيح لأن القرآن منع تحويل الأسرة إلى عبيد في قوله تعالى حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فدا الآية تقول إذا أسرتم أعداءكم المقاتلين فمصيرهم بعد ذلك إما أن تمنوا عليهم بالحريات تطلقوهم أو تحرروهم بفدية يفتدوا أنفسهم بأي طريقة من طرق الفداء بالمال بالعمل فترة من الوقت يعلموا ناس من المسلمين مهرأ أو يعلموهم اللغة المهم أي طريقة من طرق الفداء ويتحرروا لا مجال هنا لإبكائهم في الأسرة أبدا أو تحويلهم إلى عبيد الآية بتقول هكذا إما منن بعد وإما فدا ثم هذا دليل آخر ثم إن الآية التي جاءت بعد هذه الآية في سورة النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية اللي بعدها مباشرة وضحت الأمر حينما أمرت أن يتزوج هؤلاء الإماء بإذن أهلهم يعني معاهم أهل كد يكون معاهم أهل فكيف تقول لي يغتصبها إذا كانت أسيرة كيف يقال بجواز إجبار الأسيرة على الزواج من غير من غير زوجها إذا كانت الأمهة العادية اللي اشتراها من السوق حيث زوجها طبعا تصبح حرة بعد الزواج إذا كانت هذه لازم لا يستأذن من آلها كيف بالأسيرة والأسيرة إحنا عارفين إكرامة في الإسلام درجة الأسيرة وإكرامة من صفات المؤمنين الذين يطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرة كما سيرد معنا إذا من أين جاء هذا الخطأ هذا ناتج عن غياب المنهج كما قلت وغياب الثقافة القرآنية تعالوا نستمع إلى المقطع ثم نعود In this video I will provide you with one example on the topic of sexual immorality As shocking as it may seem both the Qur'an and Muhammad teach that it's permissible to capture and rape female war captives even if these women are married and their non-Muslim husbands are still alive So let's investigate the Islamic sources to see what they say The Qur'an in chapter 4 verses 22 and 23 informs Muslim men about the categories of women which they are forbidden to marry But in ayah number 24 we read وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Also forbidden are women already married except those whom your right hands possess So we see here in the Qur'an an exception an example where it is permissible halal for a Muslim man to marry a woman who already has a husband but who are these women described as being owned or possessed by your right hand For the answer let us turn to the most famous commentator on the Qur'an Ibn Kathir who while commenting on Qur'an chapter 4 verse 24 said the following Allah said وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Also forbidden are women already married except those whom your right hands possess The ayah means you are prohibited from marrying women who are already married إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Except those whom your right hands possess meaning except those whom you acquire through war for you are allowed such women after making sure they are لماذا لم يتنبه المفسرون إلى خطورة هذا التفسير الذي كدموه الجواب عندي لسببين الأول هو أن مستوى كيمهم الثكافية كان أكل من مستوى الكيم الكرآنية كان المفسر منهم يدخل بثقافة عصره ليوجه معاني القرآن حسب ثقافته يفسرها وهم معذورين في ذلك مشكاصدين معذورين ثقافتهم مشكادرين يخرجوا خارج إطار الزمان والمكان يعني يتجاوزوا إطار الثقافة اللي هم فيها والمجتمعات الكديمة لم تكن تشعر بحرج تجاه مشكلة العبودية كما نشعر بها اليوم ما كانش عندهم مشكلة في العنصرية ولا في العبودية ولا هذه بالنسبة لهم ما كانتش يتمثلهم كضايا كبيرة يعني كما هي اليوم ولذلك كان يتسامحوا معها ما يعرفوش أنه أنهم بهذا يورطون القرآن في مشكلات بالرغم من أن القرآن يولي هذه الكضايا اهتمام كبير الأسير في القرآن مثلا له مكانا محترما حتى أنه جعل إكرام الأسير من صفات أهل الجنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يطعمون الطعام على حبه يعني بالرغم من حبهم للطعام لأنه قليل ونادر عندهم ومع ذلك يطعمون الأسير يطعمون الأسير من طعامهم الذي قد يكون شحيح عزيز عليهم بسبب الفكر فكيف كيف يكبل القرآن بعد ذلك باختصاب الأسير الضعيف كالمرأة كيف يكبل بقطع صلتها بأهلها وبأولادها وزوجها هذا غير معقول لا شك أنه سؤفة بسبب غياب هذا الشعور الأخلاقي لدى عامة المفسرين القدامى وجدنا أئمة وفقها مثل الشافعي يؤصلون للعنصرية دون أدنى حرج غير مستوعبين لجوهر الإسلام غير مستوعبين لحرب الإسلام ضد القيم الجاهلية لكن كما قلت القرآن كان متقدم على ثقافة الناس في تلك الأزمن كان متقدم عليهم بكثير هذا هو السبب الأول السبب الثاني للخطأ هو غياب المنهج العلمي في التبسير كانت المناهج الكديمة منهج بداية متواضعة مليئة بالثغرات وما زال المنهج العلمي غائباً عن الدراسات الدينية حتى الآن للأسف كان المنهج العلمي يكتضي أن يبدأ بحصر الآيات التي تتحدث عن موضوع ملك اليمين في مختلف أنحاء القرآن يحصروها ثم يكون من بفحص معاني هذا المصطلح مصطلح ملك اليمين يفحصوا ودلالاته وأحكامه بحسب السياقات التي ورد فيها بعدين في خطوة ثالثة يجيبون عن أسئلة الموضوع الأساسية مثل سؤال كيف تعامل القرآن مع مشكلة العبودية ما فلسفته في هذا الموضوع هل كان يجيز استعباد أسر الحرب وأين نذهب من قوله فإما منن بعد وإما فدا وفي خطوة الرابعة كان المفروض يقوم بفرز آيات الأحكام عن آيات القيم في الموضوع الواحد ما هو عندنا آيات قيم وآيات أحكام لأن الآيات التي تتضمن قيم الموضوع ومبادئه هي المرجع في تبسير آيات الأحكام فمن البدء أنه القيم العامة هي التي تحكم القوانين والقيم عندي من المحكم في القرآن الكريم وآيات الأحكام من المتشابه آية إطعام الأسير مثلا من آيات القيم هذه قيمة في القرآن أما آية إلا ما ملكت أيمانكم فهي من آيات الأحكام آيات الأحكام يعني قوانين جاءت لمعالجة ظواهر موجودة في تلك الفترة فقط لكن آيات القيم عابرة للزمان والمكان قيمة ثابتة دائمة لأن الحكم يعني القيمة أشبه بالمبدأ الدستوري والحكم أشبه بالكانون العادي وعلى هذا المنهج كان ينبغي أن تناكش كل المشكلات التي أو كل المشكلات التي اتهم فيها الإسلام بالتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والتناقض مع العقل أو العلم أو التحضر والمدنية هكذا كان ينبغي أن نجمع ونميز ونفحص وهذا المنهج لم نفرضه نحن بل فرضته طبيعة الموضوع كما قلت الموضوع في القرآن موزع على عدد من السور نجمع من مختلف السور ونفرز آيات الأحكام على جنب آيات القيم على جنب ونشوف دلالات الآيات بحسب السياك وبعدين نخرج بنظرية لا يمكنك أن تتحدث مثلا عن موقف القرآن من الحرب والقتال ما لم تجمع آيات هذا الموضوع من كل أنحاء القرآن وترتبها وتقسمها وفقا للمنهج العلمي ثم تستخرج بعد ذلك نظرية متكاملة في موضوع الحرب مش تجيلي تقول هذه آيات السيف نسخت ما قبلها من الآيات ومن ثم يعني القرآن كان انتهازي من قال أن القرآن في النسخ هذا مجرد رأي اجتهادي ومن قال أن آيات السيف هذه نسخت ما قبلها مئتين آية من آيات المعاملة بالحسنة مع الآخرين تنسخها آية واحدة بدون بناء نظرية في الموضوع أنت تفتري على القرآن فقط ربما لاحظت عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة أنني تحدثت في هذه الحلقة عن الدين أكثر مما تحدثت عن حقوق الإنسان مع أنه موضوع الحلقة هو حقوق الإنسان وليس الدين لكن إذا عرف السبب بطل العجب كما يقول المثل الحقيقة نحن لدينا مشكلة مع موضوع الحقوق الإنسان نفسها نحن معنا مشكلة مع المستبدين ومع الفكرة الدينية التي يمنع بعض الحقوق الحريات التي يتعارض مع بعض الحقوق الحريات المشكلة ليست بين الحصول على حقوق يعني الحصول على حقوقك المشكلة في العوائق أنت مؤمن بأن لك حقوق وتريد هذه الحقوق لكن العوائق نوعان الحاكم المستبد هو الفكرة الدينية صحيح أن الحاكم المستبد والحكومة المستبدة هو المانع الأساس الآن لحصول الناس على حقوقهم الطبيعية والسياسية لكن الإنسان يستطيع أن يناضل ضد الاستبداد إذا اكتنع أن له حقوق بسلوبة أما إذا لم يكن مكتنعا بحقوقه فلن يطالب بهذه الحقوق أصلا وهنا تكمن خطورة الخطاب الديني الخطاب الديني أحيانا كد يكف في صف الطغاة ضد المستضعفين وأبرز مثال على ذلك الخطاب السلفي عامة الخطاب الشيعي يدخل فيه يعني هذا المذهب الحوثي ماهو هذا مذهب ضد حقوق الإنسان جملة وتفصيلا مذهب عنصري يعطي فئة من الناس ما لا يعطيه لآخرين يستعبد فئات المجتمع لصالح فئة واحدة أو لصالح شريحة واحدة فيه هذا هذا دين ضد الإنسان عندما يروج الخطاب الديني لعقوبة قتل المرتد وقتل الزان المحصن رميا بالحجارة وعندما يقول بجواز تحويل أسر الحرب إلى عبيد وإماء يتم اقتصابهم اقتصابهم ويكتع صلاتهم مع أهلهم وعندما يقول الفقهاء لا تزوج كراشيا لغير كراشي ولا هاشميا لغير هاشمي وعندما يقول الفقهاء بأن الأجنبي ليس كفاء للعربي الألماني ليس كفاء للعربي العربي فوق فلا يزوج غير العربي بعربية ولا تزوج بنت صاحب البز بالحجام ولا بنت صاحب العكار بصانع النسيج ولا تزوج بنت الغني بالفقير شروط الكفاءة حقهم لما نسمع هذا الكلام من الفقه من كتب الفقه والمذاهب لما نسمع هذا الكلام وبيسردوا لأحاديث بيجيبوا لأحاديث ينسبوها للنبي نحن هنا لسنا أمام دين سماوي بل أمام مذهب شيطاني مذهب شيطاني أسسه الشيطان هذا ليس من كبال الله هذا مذهب معادي للإنسان وحقوقه الطبيعية يجب أن يحارب لأنه يسيء لله ويسيء للإنسانية هذا مذهب يجب أن يحارب صحيح هناك من الفقهاء من رفض هذا الهراء في فقهاء لكنهم كل مثل ابن تيمية الذي قال يعني من قال أن زواج الهاشمية بغير الهاشمية حرام فهو مارك من الإسلام كفر خرج من الإسلام ابن تيمية كان فقه كبير ليس من أصول عربية كان من حاران ويبدو أنه نزعج من هذه العنصرية الغريبة لدى الأعراب بما فيهم فقهاء كبار يعني ما نشتيش نجيب أسماء لكي لا نزعلش البعض قال لك لا يجوز العربي ليس كفأا للقرشي والأعجمي ليس كفأا للعربي يخرب بيتك ما هو العربي هذا من هو العربي جنب الألماني والأمريكي اليوم وجنب الصيني وجنب الهندي حتى ما هو العربي هذا اللي بيتسكع يعني بيدور لقمة العيش والأمان في بلاد الله لاجئ لك سكوت بقية الفقهاء عن هذه الجرائم النظرية يجعل في نظر الناس هو رأي الإسلام هذا المسكين الأوروبي اللي دخل الإسلام ما يقدر يفهم القرآن بنفسه لأنه ما هو عربي بيروح يسأل عند المفسرين والمفسرون عرب محاطون بثقافة أو ممتلئون بثقافة داحس والغبراء وعوام الناس يصدقون مثل هذا الهراء ويلحقون ضررا بمجتمعاتهم وبسمعة دينهم إذن الخلاصة الفكر الديني هو العائق الأخطر أمام الإنسان في تحصيل الحقوق الطبيعية حقوقه الطبيعية والسياسية وإذا لم يتلافى المسلمون هذا الهراء الذي صنعه رجال الفقه والحديث فسيأتي زمن ينكلف فيه المسلمون على الإسلام نفسه لأنه يمنعهم من حقوقهم ويهين كرامتهم كم ناس اليوم غادروا دائرة الإسلام بسبب هذه القضايا شوفوا تابعوا بس بعض الناس ما بتابعوش تابعوا هناك الناس يخرجون من دين الله أفواجا كما أقول بسبب هذا الخطاب الديني الغبي خطاب ديني يساعد الطغاة على سلب حقوق الناس وحرياته الشباب في المستقبل الشباب في المستقبل سيوجهون حربهم ضد الإسلام بدلا من أن يوجهوها ضد الطغاة المستبدين بمرور الوقت حاسة الشعور بالحقوق والحريات وبالكرامة تكبر لدى الأجيال المسلمون كلما كبرت هذه الحاسة انفصلوا عن الإسلام كلما تضخم هذا الشعور تضخمت معه الحساسية ضد أعداء هذه الحرية وأولهم الخطاب الديني ولذلك لابد من مراجعة هذا الخطاب حتى ننقذ سمعة الإسلام نفسه لابد نميز من كل الناس يا جماعة هذا مش الإسلام هذا فكرة المسلمين هذا مش الدينة لنزل من السماء هذا الدينة لنبت من الأرض سيكون هذا الفكرة المنحط هو العائق الأكبر أمام انتشار الإسلام في المستقبل لأن الإنسان الحديث لن يتكبل مطلقا مثل هذه الأحكام المخزية لن يتكبلها سيفضل الكفر لأنه بيقول لك منظومة حقوق الإنسان الوضعية تعطيني من الحقوق ما لا يعطيها الإسلام بهذا القدر بهذا المعنى إذن هذا دليل على أن الإسلام ليس من عند الله لا يعقل أن يكون الإنسان أكرم من الله لا يعقل أن يكون الإنسان الديمقراطي أرقى من المنتج الإلهي المنتج الديمقراطي الوضعي أرقى من المنتج الإلهي لا يمكن هناك سوء فهم لابد من الإشارة إليه وإنكاذ سمعة الإسلام وإنكاذ المجتمعات الإسلامية من هذا الغراء الذي تروجه المذهب أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر